من أهم أنشطة أو قبل ما أتكلم عن موضوع النشاط العقاري بس في خبر يعني مش لطيف خالص النهاردة رحلت عن عالمنا واحدة من رواد العمل الإعلامي أستاذة من الأساتذة اللي مهدوا لينا الطريق وعلموا من بعدهم الأجيال من الموزعين الإعلام المصري له ملامح الإعلام المصري له دور ورسالة دي كانت واحدة من أهم الناس اللي علمتنا كده النهاردة رحلت الإعلامية الكبيرة فايزة واصف بعد صراع مع المرض وهي صاحبة أشهر برنامج اجتماعي في تلفزيون المصري برنامج حياتي مين فينا ما كانش بيتفرجوا صغير على برنامج حياتي برنامج حياتي ده كان برنامج جميل جدا هي اللي كانت بتكتبه على فكرة بتعده بتقدمه برنامج بيجيب أول جزء بصورة درامية بيكلمه عن مشكلة من المشاكل الاجتماعية وبعدين تقعد فايزة واصف مع الضيف يتناقشه في اللي حصل طبعا كان برنامج شهير جدا 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 أعتقد لو أتذكر كان بيجي يوم الجمعة أعتقد ممكن كمان يكون ستاعة خمسة مش فكرة طبعا بالزبط ولكن أنا فكرة أن تقريبا يوم الجمعة ساعة خمسة كان برنامج حياتي ومن أول التتر بتاعه بتبقى يعني مبسوط جدا أن البرنامج ده هيبدأ برنامج مهم جدا في تاريخ التلفزيون المصري فايزة واصفة خرجت في كلية الأداب قسم علام قسم علم نفس واجتماع ودخلت الإزاعة سنة 63 وبعد كده خدت بكالوريوس الفنون المصرحية من قسم التمثيل والإخراج كان عندها زي ما كنت بحكي لكم الفكرة بتاعت برنامج حياتي ودي فكرة جميلة جدا وفكرة بناءة جدا فراحت خدتها وعرضتها على التلفزيون المصري وكانت نتيجتها برنامج اجتماعي ناجح هو برنامج حياتي والحقيقة واحد من البرامج اللي كانت بتتقدم بناءا على طلب المشاهد مشاكل المشاهدين الاجتماعية بتتحطف مشاهد درامية في حلقة مدتها نص ساعة من غير منتاج تخيلوا بقى عمل درامي قصير بدون منتاج يبقى إيه صعب في وقت كانت في حرية طرح الموضوعات الاجتماعية مش زي دلوقتي ورغم كده كانت الناس بتستفيق جدا لأنها بتشوف تجارب المجتمع حواليها وبعدين بقى تيجي هي بقى فايزة واصف تستضيف علماء الدين والطب وأسادزة علم النفس والاجتماع يشرحوا ويوضحوا للناس رأيهم في المشكلة الشكل ده للبرامج الاجتماعية كان وما زال شكل فريد ومتميز عشرات المحاولات حصلت لاستنساخ تجربة المبدعة فايزة واصف وبرنامج حياتي بس ما نجحتش نفس النجاح رغم تطور الكبير في الإمكانيات والتقدم التكنولوجي لأنه كل التجارب بتاعت النسخ ما بتنجحش ولو سألنا طب ليه تجارب نسخ تجربة فايزة واصف ما نجحتش لأنها كانت من الرواد لأنها كانت الأولى في طرح هذه الفكرة وعملتها بشغف شديد ومن قلبها وهي اللي كانت بتكتب لنفسها وبتعمل كل حاجة مشوارها عمره 60 سنة مع الإزاعة 36 سنة مع تجربة برنامج حياتي وكمان حياتي معاك وكانت صاحبة رسالة والأكتر من كده ما كانتش بتتقاضى أي جنيه أي مليم مقابل برنامج حياتي كانت شايفة إن المزيع هيصدل طول عمره مزيع ما ينفعش يبقى ممثل أو يبقى ليه أداء مصطنع والمزيع اسمه مزيع مش إعلامي ما عرفش عصر الإعلامين ده حاجة بس هو المزيع اسمه مزيع عشان كده خبر وفاتها النهاردة كان خبر حزين علينا كلنا حزين على أي حد عارف قيمة هذه المزيع الكبيرة جدا القديرة فايزة واصف وصفتها الأقلام كلها بأنها كانت في مكان لوحدها فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية إنعيتها الهيئة القطنية للإعلام وإنعاها عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة وفايزة واصف مش بس قدمت برنامج حياتي قدمت كمان برنامج ربيع العمر اللي كان بيناقش قضايا المسنين وكان لها برامج مهمة في الإزاعة من الستينات وكانت فاهمة متطلبات شغلها كويس عشان كده خدت كل الترقيات المتاحة ليها من خلال السلك الوظيفي في التلفزيون المصري من غير ما نسمع صوتها إلا في شغلها ولما خرجت على المعاش كانت على درجة وكيل وزارة طبعا الشخصات الملهمة زي دي لما بتغيب بجسدها بتفضل سرتها وأعمالها عيشة معانا طول العمر موسيقى